اهلا بكم على قناتكم قناة درسي مش خصوصي مع محمود زاكي لو لسه مشتركتش في القناة سارع بالاشتراك وفعل زر الجرس للكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وياريت تعمل لايك للفيديو وشير لكل الطلاب علشان الفايدة عم والكل يستفيد النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أدب الصف الثاني الثانوي ترمى أول وهنشوف الدرس الأول بنظام حديث يعني هنشوف أسئلة هنشوف شرح وهنتعرف على مضمون الدرس الأول في الأدب بشكل جديد يمكن مش هتلاقيه في أي مكان تاني يلا علشان ما نتكلمش كتير نروح مع بعض لأدب الصف الثاني الثانوي ترمى أول لكن بعد هذا الفاصل القصير وارجعنا لكم من جديد مع الأدب تعالوا نشوف الأدب بيتكلم عن إيه النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أول درس في الأدب وهو المعلقات النقطة الأولانية اللي موجودة في المعلقات عددها عدد المعلقات يا ترى قد إيه وانت خدت السنة اللي فاتت تعريف المعلقات إنها كانت يعني قصايد من الشعر الجاهلي بيزيد عدد أبياتها على ميت بيت وعرفنا ليه تسمت بالمعلقات لكن السنة دي إن شاء الله مش هنتكلم عن الجزئة دي بنتكلم على طول على أعداد المعلقات المعلقات عند الزوزاني سبعة أما عند أبي جعفر النحاس فهي تسع معلقات وعند التبريزي وابن الأنباري عشر معلقات أما أصحاب المعلقات فهم سبعة إمرء القيس الكندي طرفة ابن العبد البكري زهير بن أبي سلمة وطبعا من قبيلة تسمى مزينة وعشان كده بنقول المزني لبيد ابن ربيعة العامري عمر ابن كلثوم التغليبي عنطرة ابن شداد العبسي وأخيرا الحارث ابن حلزة الياشكري طبعا دول أصحاب المعلقات السبعة لكن هناك من يقول أنهم وصلوا إلى عشرة فزودوا عليهم ثلاثة اللي هو النبغة الزوبياني والأعشا اللي هو لقب صناجة العرب وأخيرا عبيد ابن الأبرس تعالوا نشوف بعض الشعراء وطبعا مش هنتكلم عن السبعة كلهم النهاردة لكن ممكن نتكلم عن نصهم نتكلم النهاردة عن ثلاثة إن شاء الله من أولئك شعر أولهم امرو القيس امرو القيس لقب بأمير شعراء العصر الجاهلي وعرف بالملك الضليل وطبعا يعني هناك أسباب لهذه الألقاب والمسميات اللي لقب بيها امرو القيس يعني مثلا أمير شعراء العصر الجاهلي وده لأنه أجاد في أغراض شعرية كثيرة منها مثلا الوصف يعني كان بيجيد الوصف وكان بارع جدا فيه ولذلك لقب بأمير شعراء العصر الجاهلي كمان عرف بالملك الضليل لأنه الضحيات كلها يعني متنقلا بين القبائل ويمكن كان هناك أسباب لتنقل بين القبائل قتل والده وأراد أن يبحث عن قاتله ولكنه لم يهتدي إلى هذا القاتل على الرغم من أنه صافر إلى أماكن كثيرة بحثا عن قاتل والده ولذلك لقب بالملك الضليل كمان امرو القيس أجاد القول في استقاف الصحب وطبعا استقاف الصحب أنه كان بيبدأ بقوله مثلا قفة كان بيطلب من صاحبيه على عادة القدماء من الشعراء الوقوف وهذا يدل على أهمية الكلام اللي هو هيقوله ولذلك كان بيجيد استقاف الصحب حتى مطلع المعلقة بتاعته فيها استقاف الصحب كمان كان بيجيد تشبيه النساء بالضباء والمهة وطبعا الضباء هي الغزلان والمهة هي البقر الوحشي حد يقول لي طيب معقولة هو يعني من جمال البقر الوحشي كان بيشبه النساء بها طبعا هو جمال المرأة قديما كان يعني بيتمثل في أنها تكون ممتلئة الجسم وفي نفس الوقت أن عيونها مثل عيون البقر واسعة ولذلك كانوا بيتخذوا من المهة أو البقر وصف للنساء بالجمال كمان من الأغراض اللي اتكلم عنها وأجاد القول فيها وصف الخيل وليه أبيات كتيرة جدا بيتكلم فيها عن وصف الفرس بتاعه إلى جانب ترقيق النسيب والنسيب هو الغزل وكان يتحدث بالغزل الرقيق جدا أخيرا كان بيجيد بكاء الديار وهو الوقوف على الأطلال وبكاء أهلها الذين رحلوا عنها هي دي الأغراض اللي أجاد فيها القول لكن شعره تميز بجودة الاستعارة وتنويع التشبيه إلى جانب أنه كان بيغلب عليه التشبيب والوصف وطبعا التشبيب يعني ذكر عهود الشباب والوصف طبعا إحنا عارفين مكانة معلقته قيل عنها أنها أول شعر علقة بنفوس الناس ووجدانهم مطلع هذه المعلقة كان بيقول قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي طبعا قفى نبكي ده استقاف الصحب اللي احنا قلنا عليه من ذكرى حبيب ومنزلي وده البكاء على الأطلال آه وآه سقط اللوى والدخول وحومل دي أماكن المحبوبة يعني بيبكي على هذه الأماكن اللي كان بيلتقي المحبوبة بها ورحلت المحبوبة عن هذه الأماكن تعالوا مع بعض نشوف تدريب بيكلمنا عن بعض الأسئلة اللي ممكن تجلنا في الجزئية الأولانية اللي اتكلمنا عنها وهي الشاعر الأول إمرو القيس قال إمرو القيس وليل كموج البحر أرخى سدله علي بأنواع الهموم ليبتلي فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتلي شدت بيذبلي طبعا هو في البتين بيقول أن الليل عامل زي موج البحر متتابع ظلامه ما بينتهيش وكأنه يعني أرخى سدوله عليه بالهموم علشان يبتليه ويصيبه بهذا البلاء والهم وبيقول له انت ليه لكأن نجومك بكل الفتل القوي الشديد شدت بجبل هناك موجود في قبلته هو جبل يذبل السؤال بيقول ما المحور الذي دارت حوله معلقة إمرو القيس وعبر عنه البيتان السابقة طبعا أنا سايب لكم الأسئلة عايزكم إن شاء الله لما تشوفوا الفيديو تجاوبوا عليها في التعليق وبإذن الله هنقول لكم الإجابة صح وإذا ما كانتش صح هنكتب لكم الإجابة الصحية نروح لسؤال آخر إمرو القيس أيضا بيقول كأني غدا تلبين يوم تحملوا لدى ساموراتي الحي ناقف حنظري وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وطبعا بيقول لي استنتج سمتين من السمات التي أجادها إمرو القيس وتحققت في البيتين السابقين طبعا إحنا تكلمنا عن السمات في شعره اللي أجادها ويتكلم في إيه في شعره فممكن نستنتج سمتين من السمات اللي أجادها من البيتندو كمان إمرو القيس بيقول وإن كنت قد ساءتك مني خلقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي وبيقول لنا ما السبب الذي من أجله لقب إمرو القيس بأمير شعراء العصر الجاهلي وذكره البيتان السابقين طبعا سؤال في مغزى مهم جدا لازم نفهم الكلام اللي احنا قلنا عن إمرو القيس علشان نعرف الإجابة نروح لسؤال آخر بيقول لنا قال إمرو القيس مكرن مفرن مقبل مدبر معن كجلمود صخر حطاه السيل من علي وهنا بيوصف فرسه يعني بيقول لنا مكرن بيكر في أرض المعركة يعني بيهجم مفرن بيفر من أرض المعركة يعني بيهجع مقبل مدبر معن يعني بيقبل ويدبر معن بييجي وبينصرف في لحظة واحدة وده بيدل على سرعة هذا الفرس عامل زي إيه؟ كجلمود صخر يعني زي صخرة كبيرة حطاه السيل من علي جاءت عليه السيل سيل المية رامته من فوق قوي سرعته هتبقى عاملة ازاي؟ أو بيوصف سرعة فرسه في أرض المعركة بسرعة الحجر أو الصخر الكبير اللي سقط من فوق جبل بسرعة كبيرة جدا لما السيل جرفه بيقول لنا ما المحور الذي تدور حوله معلقة امرو القيس وتناوله البيت السابق نروح لسؤال الأخير بيقول لنا قال امرو القيس وتحسب سلمة لا تزال طراطلاً من الوحش أو بيضاً بمحلالي طبعاً طلا اللي هو ولد الظابية الغزالة يعني والبقرة وبيقول لنا ما الغرض الشعري الذي أجده امرو القيس ويعبر عنه البيت السابق نروح بعد كده لشاعر تاني وهو طرفة ابن العبد وطرفة ابن العبد بيعد أقصر شعراء العصر الجاهلي عمراً الشعر ده نشأ يتيم وبلغ على الرغم من صغر سنه وإنه مات صغير بلغ في الشعر ما لم يبلغه الكثيرون وكانت لي نباهة مبكرة في الشعر العرب قالوا عنه أشعر الناس ابن العشرين ولقب بالغلام القتيل طبعاً لأنه تأتل صغير تقريباً كان عنده خمسة عشرين أو ستة عشرين سنة قالوا أفضل الناس واحدة وهي المعلقة إذن قالوا على المعلقة بتاعته أفضل الناس واحدة وهي معلقة مطلع المعلقة كان بيقول لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباق الوشم في ظاهر اليد وخولة اسم محبوبته وأطلال ما تبقى من آثار الديار برقة ثهمدي ده مكان المحبوبة وقال إن الأطلال اللي تبقت من ديار محبوبته عاملة بعد ما اتهدمت وبقى منها آثار بسيطة عاملة بالضبط زي الوشم لما بيبقى في ظهر الفتاة وبيزول ولا يبقى منه إلا القليل عشان كده قال تلوح تظهر يعني كباقي الوشم في ظاهر اليد إذا ما تبقى من آثار الديار عامل زي ما تبقى من آثار الوشم على يد الفتاة المعلقة بتاعته بتدور حول البكاء على الأطلال والترحال والمعاهد المعاهد يعني الأماكن وذكرياتها ووصف المحبوبة والناقة والفخر بنفسه والحكمة والشكوى وأخيرا رساء نفسه رساء نفسه يعني بيبكي على نفسه كأنه مات نروح لتدريب على طرف ابن العبد وبيقول إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عينيت فلم أكسل ولم أتبلد يعني الناس لما ينادوا من الفتى القوي أتخيل أنهم بينادوا علي عشان كده لا بكسل ولا بيحصل لي تبلد وما روحش بيقول لي ما المحور الذي دارت حوله معلقة طرف ابن العبد وعبر عنه البيت الصابق سؤال سهل وأكيد أتعرفه إن شاء الله تجاوب عنه كمان سؤال تاني بيقول لنا طرف ابن العبد بيقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزوادي وبيقول لي استنتج من البيت الصابق محورا دارت حوله معلقة طرف ابن العبد وطبعا السؤال كان أسهل من اللي فات عايزك ترجع للمحاور اللي تكلم عنها طرف ابن العبد في معلقته وتعرف معلقته كدب بالدور في إيه بالزبط ارجع كده للفيديو وهتعرف إن شاء الله الإجابة بسرعة واكتب لي الإجابة دايما علشان نتواصل مع بعض طرف ابن العبد بيقول ألا عتزليني اليوم خولتا أو غضي فقد نزلت حباء محكمة القبض أزالت فؤادي عن مقر مكانه وأضحى جناحي اليوم ليس بذي نهضي يعني بيقول لها سيبيني في حالي كده وحصلت لي مصيبة خلعت قلبي من مكانه بيقول لي يعبر البيتان عن محور من المحاور التي تدور حولها معلقة طرف ابن العبد ما هو نروح للشاعر التالت وهو زهير ابن أبي سلمة وهو آخر شاعر معنا النهاردة إن شاء الله هنكمل الشعراء معكم بإذن الله في فيديو آخر لكن هنشوف تفاعلكم مع الفيديو ده إن شاء الله لو كان كتير بإذن الله هنكمل معكم طبعا زهير ابن أبي سلمة نشأ في بيئة كلها شعراء أبو كان شاعر خالو اللي هو اسمه بشامة ابن الغدير كان كمان هو شاعر أوس ابن حجر زوج أمه كان شاعرا أختاه كانت شاعرتين أو كانت شاعرتين كمان كان له ابنان كعب وابو جير والاتنين كان شاعرين يعني معنى كده إنه نشأ في أسرة أو عائلة معظمها من الشعراء سبب تسمية قصائد زهير بالحوليات وحول يعني عام طبعا لأنها كانت تستغرق منه حولا كاملا نظما وتهذيبا وعرضا على خواصه بمعنى أنه كان بيكتبها في ثلاث شهور بمعنى أنه كان بيكتبها في أربعة أشهر وكان بيهذبها ويعدل أخطاقها في أربعة أشهر وبعدين يعرضها على خواصه من الشعراء والنقاط في أربعة أشهر وما يخرجهاش للقراء أو المستمعين إلا بعد حول كامل أو بعد عام كامل معلقته بدأها بمقدمة طلالية بيناجي فيها الديار وبيسكر الترحال كمان مدح السيدين اللي أم هارم ابن سنان والحارس ابن عوف اللذين أصلح بين عبس وزوبيان وزم الحرب وما تحدثه من ضمار ولذلك لقب بشاعر السلام كمان مدح قبيلة عبس علشان كانت قبيلة متمسكة وعشان إبلت الدعوة إلى الصلح وختم المعلقة بكثير من أبيات الحكمة تعالوا نروح لتدريب على زهير بن أبي سلمة بيقول لي دلل على حب زهير للسلام الاجتماعي سؤال تاني بيقول لنا قال زهير بن أبي سلمة ومن يجعل المعروفة في غير أهله يكن حمده زمًا عليه ويندمي وبيقول لي تنتج محورًا ضارت حوله معلقة زهير وعبر عنه البيت السابق زهير كمان كان بيقول تدارك تما عبسًا وزبيانا بعدما تفانوا وضقوا بينهم عطر من شمي عظيمين في عليا معدٍ هدي تما ومن يستبح كنزًا من المجدي يعظمي وبيقول لي ما المحور الذي ضارت حوله معلقة زهير وعبر عنه البيتان السابقان بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو ده يارب يكون الفيديو عجبكم وكمان تكونوا استفدتوا كتير منه زي ما قلنا في أول الفيديو اوعى تنسى لايك للفيديو وشير لكل صحابك علشان الكل يستفيد كمان ما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة تشترك وتفعل زر الجرس للكل علشان يوصلك إشعار بكل جديد تابعونا على صفحة درسي مش خصوصي مع محمود زاكي على فيسبوك كمان تابعونا على تيليجرام دفعة سنوية التابلت 2021 نظام حديث ايضا تابعونا على صفحتي على فيسبوك محمود زاكي باللغة العربية واخيرا تابعونا كمان على قناة التانية درس تيوب اتمنى ليكم كل النجاح والتفوق بإذن الله محمود زاكي اتمنى ليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة